من صغار السلي في الأحيان الفريق هو الدوري الطبيعي اللي احنا بنشوفه اللي هو من دورين 18 فريق و34 لقاء في الموسم ده بالنسبة ليه رأي المهندس فرج عامل ورأي النادي او ما يخص طبعا الكابتن احمد سام طيب سريعا الاخبار الخاصة بالبريمو ان شاء الله الاهلي في المباراة القادمة اللي هتكون يوم السبت القادم امام جرماهيا اخد موافقة من الاتحاد الافريقي وطبعا نسبة زكاء عالية جدا لإدارة النادي الاهلي في الكم الجماهير اللي موجود هيكون كبير 30 ألف متفرج مش موجودة في الدوري المصري الحقيقة بشكل كبير في أوقات كتير موجودة في أفريقيا والحقيقة تسليم الدرع مع فروم ما اتأخرش أكتر من كده هو اتأخر نتيجة ان الدرع كان بتعمل برة وقبل ما جه المصيب خلص دلوقتي انت عندك ماتش في بطولة دوري للأبطال وبتنتهز وجود الماتش على أرضك وجود 30 ألف متفرج فالنادي الاهلي قدم طلب للإتحاد الأفريقي بالاحتفالية وتسليم درع الدوري المصري يعني دي بطولة غير بطولة يعني النادي الاهلي هيستلم درع الدوري المصري بطولة محلية في مباراة خاصة بدوري أبطال أفريقيا بطولة قرية ادر النادي الاهلي انه ياخد الموافقة دي وبالتالي طبعا هيكون احتفالية جميلة في ظل وجود عدد كبير من جماهير النادي الاهلي وبالتالي جمهور النادي الاهلي هيكون حاضر يعني حتى لو بعض يقول لك ده أدوار تمهدية أنا مش هروح فالعدد ممكن أقل من 30 لا جميع نادي الأهلي هتروح 30 وممكن تكون أكتر كمان عشان يحتفلوا بدرع الدوري وتسليم درع الدوري مع اللعبة ده بالنسبة ليه الموافقة الخاصة بدرع الدوري كان في أحديث كتير فترة فاتت عن تفاوض نادي الأهلي مع وريد الكارتي ولكن من خلال مصدرنا ومصدر داخل النادي الأهلي الحديث عن وريد الكارتي أنه مش موجود أصلا ولم يتفاوض النادي الأهلي مع اللاعب مجرد أحديث فقط خاصة بالسوشيال ميديا وفيش أي تفاوض مع وليد الكارتي تشكيل خاص بالنادي الأهلي في مباراة جورماهية كان حديث عن إراحة بعض اللعبين يعني بنتكلم لعب أو اتنين لكن التفكير دلوقتي بيتغير عند المددير الفني وطبعاً القراء أنه عنده مطش بعديها بأيام قليلة أمام الزمالك ومحتاج أن كل اللعبة تبقى في الطوب فورن فعملية الراحة مش هتبقى موجودة بشكل كبير حتى لو بنتكلم في لعب واحد ممكن ده يبقى موجود لكن كم كبير من اللعيبة يعني مش هتكون موجود تماماً الماتش هتلاعب بالتشكيل الأساسية بالنسبة لماتش جورماهية الأولاني عشان يتم تجهيز اللعيبة لمباراة الزمالك في السوبر الأفريق أسامة أبو علي هي أخذ كدمة في الماتش جورماهية هناك في رجله وبالتالي هيلعب الماتش الجاي أو مش هيلعب وكدمة خفيفة ولكن وجوده في الملعب هيكون طبعاً الدكتور هو اللي هيحدد تواجده في المباراة القادمة عقود اللعيبة المقدمات بتاعت عقود اللعيبة ومكافئة الدوري الممتاز ما قبل مباراة السوبر هي الحالة التحفزية اللي هتكون موجودة من مجلس الإدارة للعبين وده طبعاً شيء بيبقى جميل جداً برضو نادي الزمالك بيعمل نفس الشيء عمل نفس الشيء الحقيقة بداية الموسم مهم جداً لعيبة بتاخد مستحقتها نادي الآلي بياخد كمان أو اللعيبة بتاخد مكافئة الدوري الـ 44 ده برضو حافز مهم جداً جداً للعبين النهاردة من خلال الصفحة الرسمية لتواصل الاجتماعي لنادي الزمالك كان فيه فيديو للعب البولندي والنجمي البولندي مشلاك طبعاً لتقديمه رسمياً لجماهير نادي الزمالك يعني طبعاً الصفحة علقت وقالت أنه سريع مثل البرق خطير مثل السهم يعني ده هنشوفه طبعاً في الملعب من خلال مشاركات مشلاك في المباراة القادمة قلنا فاتوح حياة ابتدى ينتظم في التدريبات نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله وربنا يفك كربه بأمر الله في الفترة القادمة محمد شحاتة بعد الإصابة اللي كانت موجودة في مباراة الشرطة الكيني خلاص خلال التدريبات والنهاردة ونزل التدريب جاهز للمباراة القادمة هل ممكن يشارك؟ ده طبعاً هيكون الرأي اللي بوميز بحيث أنه يعني يتطمن عليه ما قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي كافي يستقر على طاقم تحكيم ليبي في مباراة السوبر ما بين الأهلي والزمالك كابتن معتز إبراهيم هيكون هو حكم اللقاء بيعونه مواطنه عطية مصعد والتونسي خليل أحساني والصومالي عبدالقادر أرتان مهمة الحكم الرابع والحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل غرفة الفيديو حكم فيديو يعونه المغربي زكريا برينسي